تتوالى الفجائع والأحزان اتباعا فبعد ليلة مفزعة من الانفجارات والجثامين المحترقة تستيقظ مدينة مأرب على فاجعة أخرى ضحيتها طائر جمهوري جديد في التفاصيل أن مسلحين مجهولين اغتالوا اللواء محمد الجراد مع مرافقيه وهو في طريقه لحضور اجتماع في وزارة الدفاع كمين غادر أحال اللواء الجراد ببزته العسكرية إلى جثة وسط مدينة يفترض أنها تمنح الكبار قدرا من الأمان الشخصي لا أن تترك للقتلة فرصة استيادهم بسهولة لا معلومات أكثر سوى أن القائد الجراد قتل بكمين غادر ليضاعف من أحزان المدينة الصابرة والصامدة كما يكشف عن خرق أمني خطير في توقيت بالغ الحساسية واللواء الجراد أحد مؤسسي الجيش الوطني وتقلد مناصب عسكرية رفيعة كان آخرها مسشارا لوزير الدفاع وهو المنصب الذي لم يمنحه قدرا من الأهمية رغم مهابته وسيرته النضالية فقد ركن على الراف لا يلتفت إليه إلا في أحلك الظروف تكشف سيرة هذا القائد عن شخصية ساهمت في رفع الشرف العسكري ونقاء السلاح وتكاليف القيادة فمن الحدود اليمنية السعودية لمع نجم القائد حين قاد وساطة لإنهاء التوتر بين البلدين وكان حائط صد أمام شبكات التهريب العابرة للجغرافيا عند قيادته لقطاع الملاحيط قبل أن يقال بقرار سياسي ظل اللواء الجراد نازفا معنويا حتى عقب الإنقلاب في 2014 واستدعائه ضمن خلية القادة الجمهوريين لتأسيس نواة الجيش في حضرموت ومأرب لب القائد نداء الواجب واستلهم من أعمدة عرش بلقيس جلالتها وخاض معرفاقه الشدادي والأبارة وغيرهم الكثير لتأسيس وحدات الجيش في هذه الوهاد أصيب اللواء الجرادي عدة مرات ولم يهزم أو يستكين بل شكل قائدا ملهما لألاف الجنود والضباط وقاد بهم العديد من معارك سرواح ونهم حتى أصيب بجروح بالغة بشضايا صاروخ موجه في صباح يوم عيد قبل خمس سنوات رحل اللواء الجرادي بطريقة صادمة وفي لحظة كاشفة تثير معها الكثير من الاستفهامات حول ملابسات الاغتيال ودوافعها والمسؤولين عنها وهي استفهامات تبدو سلطات مأرب معنية بالإجابة عنها